اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذا الصباح المتجدد دائما طبعا في كل فقرات صباح الكوفية نقدم الفقرات والمعلومات الهامة لكم ولكل افراد الاسرة والمجتمع عموما في هذه الفقرة راح نتحدث عن بدانة الاطفال نعرف دائما انه يستبدل الاطفال اليوم نشاطاتهم الحركية بالمكوث الطويل امام شاشات التلفاز والالعاب الالكترونية بما يصيبهم بحالة من الكسل والخمول التي هي ليست من طباع الاطفال الذين يمينون الى الحركة واللعب في الدول العربية وصلت معدلات تفشي السمنة الى 44% وهي نسبة بالتأكيد مخيفة منظمة الصحة العالمية حذرت من انه 70 مليون طفل سيصابون ببداية حلول عام 2025 بالبدانة او بالسمنة في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من بدانة الاطفال وهذا رقم ايضا مخيف للحديث اكثر عن بدانة الاطفال معنا الدكتور عطى القيس استشارة الصحة العامة ورعاية الصحية والوقائية يسعد صباح الدكتور صباح الخير صباح الخير لكم جميعا خبرنا بداية عن موضوع بدانة الاطفال اولا شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة واتمنى ان شاء الله ان يكونوا اطفالنا بخير ولفلسطين بخير ومستقبل ظاهر لابناء بلدنا بإذن الله بدون بدانة بدون بدانة اكيد بدنا شباب للمستقبل ورانا مشوار طويل في تحقيق الاستقلال ان شاء الله في دولة مستقلة ان شاء الله بداية بدانة الاطفال مؤشر خطيزة ما حضرتك تفضلت المجتمع بيسعى للقضاء عليها لا شك وهذا مؤشر خطير جدا على الصحة العامة بالنسبة للمجتمع ان الاطفال احنا بنعرف انه هم البنية الاساسية اللي ممكن نعتمد عليها في المستقبل ان لم ناخد بالنا من صحتهم وناخد بالنا من نظام غذائهم والنمط الحياة اللي عايشينه افراد المجتمع بما فيهم الاطفال فهذا مؤشر خطير جدا ينعكس بالسلب على الصحة العامة لهؤلاء الفئة الغالية جدا على انفسنا وعزيزة علينا فبالتالي يجب القضاء على هذا المؤشر والقضاء على هاي العوامل اللي بتخلي السمنة عند الاطفال بزيادة وايش المخاطر اللي ممكن تصير او تنعكس عليهم في المستقبل لا سمح الله اذا فضل عندهم هذا المؤشر بشكل عالي من امراض كتير خطيرة نعم اسباب البدانة او السمنة هي بسبب التغذية او شو الاسباب الرئيسية للبدانة السمنة عند الاطفال خلينا نقسمها لقسمين قبل ما نقسمها قسمين البدانة والسمنة نفس نعم البدانة والسمنة هي مصطلح واحد لكن منفرقه عند زيادة الوزن في فرق ما بين انه يكون الطفل وزنه زايد زيادة عن حد الطبيعي المتعرف عليه وفي فرق ما بين انه يكون سمنة او عنده بدانة زي ما نحكي هذا الانتباء اوصل نعم الطفل يعتبر عنده سمنة اذا كان 95% من وزنه اكثر من اقرانه في نفس السن ونفس الجنس نعم هذا نسمين هذا سمنة اكثر من 95% نعم من 85% ل94% ما هو مؤشر كتلة الجسم للاطفال البي ام اي خاص فيهم نعم مش زي البلغي نعم فيحسب يحتسب بالنقاط فمن 85% ل94% يعتبر في زيادة الوزن او المعدل الطبيعي النمو العادي نعم بنية الطفل كلنا بنعرف انه من سن الولادة لغاية ما يدخل المدرسة من المدرسة لغاية سن المراهق لغاية ما يوصل سن 18 سنة اللي هو قانون الطفل في الامم المتحدة يعتبر 17 سنة و364 يوم هذا لسه طفل يعني عيد ميلاده 18 يدخل في مرحلة الشباب نعم فاذا قسمنا الاطفال لقسمين من سن 0 ل 5 أو 0 ل 6 نعم بمرحلة دخول المدرسة وما قبلها ومرحلة المدرسة لغاية البلوغ والمراهقاتهم نعتبرهم مجموعة تانية فالاسباب لا تتعدى عندنا في مجتمعنا الفلسطيني نمط الحياة نمط الحياة اللي عايشينه احنا في مجتمعنا بشكل او اخر لا اريد ان اقول في جريمة هنا بتصير في جرام مش جريمة جرام الصراحة خاطئ نمط حياة خاطئ غير طبعا الاسباب الفيسيولوجية منها اسباب وراثة واسباب الهرمونات نعم لكن الاكثر الاسباب البدانة والسمنة التغذية او نمط الحياة والسلوك الغذائي الخاطئ طب برأيك نسبة السمنة في فلسطين كيف تقريبا؟ والله لا يوجد لذي ارقام دقيقة 44% المؤشر في فلسطين اكيد علي اكيد علي ليش لانه نمط حياتنا ووضعنا الاقتصادي ووضعنا السياسي ووضعنا الاجتماعي فكل هذا له تأثير البنية الاساسية للثقافة الصحية في المجتمع الفلسطيني يوجد بها خلال وهنا اريد انبه على هاي النقطة الثقافة الصحية يوجد فيها خلال وهذا الناتج اللي بنشوفه من امراض ومن نعكسات صحية سلبية على المجتمع بما فيها فئة الاطفال اللي حضرتكم مراكزين عليها اليوم فالنمط الغذائي والسلوك الغذائي يبدأ من البيت يبدأ في كيف انا بدي انشئ هذا الطفل متعود على نمط صحي وسليم المدرسة شريك المجتمع شريك مؤسسات المجتمع المدني كل ياتها شريكة المؤسسات الدولية العاملة على الاراضي الفلسطينية نتيجة حصارنا ونتيجة احتلالنا من قبل المحتل مرضو شريك منظمة صحة العالمية على رأسه فكل مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المجتمع المدرسة الأسرة الأم يجب ان يتكاتفوا لعلاج هاي المشكلة اللي سببها عوامل كثيرة لو جينا نتكلم عن العوامل الفيسيولوجية بنية الطفل ما لها قياس معين يعني قديش لازم يكون ابني حجمه في عمر مثلا خمس سنوات أو ثمان سنوات أو في سن لا هذا مو قياس مش قياس ليش لانه الطفل ينمي في هاي المراحل يتكيف مع المعطيات الوراثية والاجتماعية اللي تعود عليها نعم كثير من الأطفال بكون الأب والأم قلقين جدا حتى وفي النحافة العكسية كمان عفوا بيعطي مؤشر أنه الطفل سمين زيادة عن اللزوم عنده سمنة أو زيادة وزن زيادة عن اللزوم لا تقلقوا ما بيحدد هذا التوازن زيادة الوزن أو السمنة إلا الطبيب المختص ليش لانه في قياس بيحسب الطول على وزن الطفل بالنسبة لعمره وجنسه وهناك في معادلات طيب عشان يطمئن الأهل متى أنه يعني يجب عليهم زيارة الطبيب المختص متابعة الطبيب المختص خلينا نحكي يا أخي محمد يجب أن يكون السلوك وطبع موجود في المجتمع وثقافة موجودة لدينا متكرسة نتمنى تكون موجودة نتمنى هذا الكلام فكل ما يكون فيه مؤشر خطر على صحة الأطفال من أي ناحية مش فقط زيادة الوزن لكن زيادة الوزن تحديدا المفروض في أي سن أو في أي مرحلة عمرية أنا وضحت لك أنه في مراحل مراحل بتبدأ من المدرسة بتبدأ الأم تلاحظ على طفلها في سن أربع سنوات ست سنوات ثمان سنوات زيادة في الحجم زيادة في الميزان هي مش خبيرة في الحاجات هذه أنها تحدد أن طفلها مريض أو لا أو عنده سمنة أو لا لا تخافي الشغلة اللي بيحددها زي ما حكينا إذا 95% من وزنه خارج عن النظام الصحي المتعرف عليه لكن هذا لا يعني أني أنا أتبع مع الطبيب المختص سلسلة النمو أو آلية النمو للأطفال لأنه النمو في هذه المراحل بيختلف هرمونيا واجتماعيا وجسديا حتى أن الطفل يعني فجأة بتلاقي نفرها طول زي ما بنقوله أو أنه كان بيمارس من الفئة اللي بيتمارس أنواع من الرياضة أو النشاطات البدنية في الإجهازات في الصيف أو في المدرسة أو في عندهم نمط حياة جميل في البيت هذا لا يعني أنه عنده سمنة الكلبوزة هاي اللي احنا بنشوفها على أطفالنا أو اللي بنفتخر أنه طفلنا بيهاكل طفلنا مليان أصح صحيح وإن ما أكلش ببقى في مشكلة غلط فهذا هو الخطر هادي من أحد العوامل الخطيرة اللي بتأثر بالسلب طبعا غير مقصودة نعم نتيجة بديش أقول أنه جهل الأمهات لا معاذ الله أنهم يكونوا جهلة لكن الشغلة أنه يجب أن يعني الدرايا أكتر وخبرة أكتر في كيفية تغذية الأم لأطفالها نعم وكيفية اختيار الغذاء من قبل الأب لأنه هو الطفل معتمد على السكريات معتمد على الحاجات وهذا كمان دكتور يعني بالمقابل كمان الأهل لازم ينتبهوا لهذه النقطة أنه بيعتبروا أنه الوجبات الأساسية هاي لا تكفي للطفل نعم لا تكفي فيه بيكون بين الوجبات الرئيسية هاي وجبات صغيرة لكن في بعض الأهل يبالغوا بهذا الجانب صحيح شو رأيك؟ مبالغة سيئة صحيح نظام المكافأة بالغذاء بحكي لك أنه يعني أي حاجة رح تفيد الطفل صحيح سواء أنا طعميته حلويات فيها شيء معين مفيد رح تفيده فواكه الزيادة عن النزوم رح تفيده لا شيء الثقافة خاطئة موجودة عند بعض الأهل كيف ممكن إحنا نعدل هذه الثقافة الموجودة عند الأهل أنه لازم يكون فيه وزن مثالي موجود عند أبنائكم وبالتالي نحافظ عليهم بالوجبات الرئيسية حتى ما يكون فيه بدانه وبالتالي تؤدي إلى أمراضنا سمح الله مستقبلها صحيح الطفل بياخد الكبار الموجودين في العيلة قدوة نعم شيء أكيد الأب والأم قدوة تحضير الغذاء من قبل الأم هذا شيء مهم جداً إطراعي الأم إذا كان بدها طفلها يلمو نمط غذائي صحي مش بس للأطفال لكل العائلة كل أفراد العائلة استبدال المواد الدسمة والغنية بالسكريات والدهون بمواد خفيفة الدسم في إعداد وتحضير الأطعمة حتى يستطيع الكل مش بس الطفل في العيلة يتبع نظام صحي سليم وهي هي نفس الجائزة طيب لو رجحنا للمورة شوية موضوع الرضاعة هل الرضاعة طبيعية مؤشر نعم الرضاعة الطبيعية لست شهور لا يوجد أم لا تستطيع أن تردع طفلها رضاعة طبيعية لا يوجد أم لا تستطيع أن تردع طفلها رضاعة طبيعية لا يوجد لا 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 أنا كأخ الصائف في الموضوع هذا في الصحة العامة أشجع الرضاعة طبيعية من صفر إلى اثنين سنة لا يوجد أم لا تستطيع الرضاعة الشغلة هنا تقول الأم لنفسها بدي أردع رضاعة بتصير طبيعية بس في بعض الأطفل يمتنعوا لا ولا في طفل أيضا يمتنعوا زيبنا نحكي عن رضاعة طبيعية موضوعها طويل لأنه هنا في مغناطسية جاذبية ما بين الطفل وأمه في موضوع الرضاعة الطبيعية يتعلق فيها الجانب السيكولوجي النفسي والجانب الهرموني بالنسبة للأم والطفل ما في طفل بيرفض الرضاعة إلا الأسباب طبعا خلينا ناخد كل قاعدة شواذ الأسباب الفيسيولوجية المعينة كأمراض مثلا في الثدي هذي مقصدون؟ هذي مسلمات لا يوجد نقاش فيها بس بالشكل العام ما في أم ما بدها تردع طفلها ويرضع فالرضاعة طبيعية جزء كبير من موضوع السمنة عند الأطفال لغاية 6 شهور بدون غذاء إضافي لازم الأم تردع على الأقل طفلها أول 6 شهور بدون تدخل أي غذاء خارجي وإذا كان لابد منه طبعا بإشراف الطبيب المختص حسب الصحة العامة للطفل بتم إدخال الوجبات الغذائية الخارجية بالتدريج حسب سن الطفل ومرحلة نمو لغاية ما يوصل لخلينا نقول المتوسط المعروف بإشراف الطبيب المختص ولا تهتم الأم بشكل أو لا تهتم أو تمنى عليهم أنه ما يهتموا أو ما يركزوا كتير على موضوع أنه إذا عمل الطفل شغله جائزته الأكل إذا عمل الطفل مثلا واجباته أو حاجة شيكل أو اثنين ينزل يشتري من السوبر ماركت أو الدكان أغلبنا بعمل به بالضبط وهذا خاطئ ليش؟ أوكي جميل إذا كنت أنت معاود طفلك ماذا يشتري؟ جميل إذا كنت أنت معاود طفلك على الغذاء الصحي خدوا معاك على السوبر ماركت عودوا فيه أطباع لو يجينا للوقاية الطرق الوقائية المعروفة أنه أحد هاي الطرق ومكافحة هاي الطرق أنت كأب إدخال المواد الغذائية الخفيفة اللي ما سكرياتها عالية ما دهونها عالية للأم حتى إنها تستطيع طهي الطعام في البيت للجميع أيضا بالنسبة للمكافآت اللي زي هيك إذا حبب أنت مدلع طفلك شوية أو هذا شيء محبب طبعا مجتمعيا لازم مش بالشدة والعقابة أنا أرفض هذا الأسلوب ماشي كافؤو لكن اختار الأصناف المناسبة الصحية وهنا لابد من إشراف من مؤسسات المجتمع المدني من المصنعين الأغذية ومن المؤسسات الحكومية في المنظومة هاي أنه لا تسمح بيبايع أو بتوفر ما يدر صحة الأطفال في الفئة المعينة أنه الطفل ما بيستطيع أنه يميز بنزل على السوبر ماركت الشيكل أو النص الشيكل الحاجة المعروفة رخيصة وأي طفل بيأخذها سكريات نشويات غنية بالدهون ما بيعنيه التاجر نعم لكن فيه كمان موضوع المكافأة للطفل بأي حاجة من السوبر ماركت فيه عدة سيئة عند بعض الأهل وأحيانا أنا بأرتكبها اللي هي أنه بنحاول نسكت الطفل أكبر مدة مطلوبة والأكتر إشي بيسكتهم بهذه المدة المطلوبة الشبس 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 تحديدا لأنه بد وقت لما الطفل يأكله والسناكس الموجودة فيه والأمور اللي موضوع يعني الحبات الموجودة فيه عددها كبير فبالتالي بتسكت الطفل بيأخذ وقت يتطول أنا على وشك أنه أنا أحكي الكلام هذا أنه مثلا المصنعات الغذائية من ألوان من الطعمة من تركيز من مواد حافظة هذه خطر على صحة الأطفال بما فيها الشبس والبطاطا حتى المقرمشات هاي والسكاكر المصصات الحلويات اللي ملهاش خلينا أقول فيش حاجة ملهاش فائدة غذائية لكن الفائدة الغذائية السلبية والسلبياتها الغذائية أعلى من إيجابياتها فيجب مراقبة هذا الموضوع يعني لما تأخذ طفلك أنت هذا صح هذا غلط هذا ممكن هذا لا هذا يعني مرة في الأسبوع ممكن حتى لو إجينا بدنا نعطيه بطاطا شبس نعملها في البيت نعملها في البيت صحية أكتر ما فيها ألوان ما فيها أطعمة ما فيها مواد حافظة بالضر صحة الطفل في المستقبل وهذا نمط غذائي جيد أو نمط حياتي خلينا نقول جيد ممكن نعود أفراد الأسرة عليه بالتدريج بيستطيع الطفل يميز لو أدنها الشيكل بينزل وإنت مطمئن على السوبر ماركت يشتري الحاجة اللي هو بده إياها والمكافأة تبعته اللي هو بده إياها والتلهية اللي بده إياها مع أنها إلها أثر سلبية كتير إذا ما تفضلت بدنا نلهيب أكبر عدد من الساعات إن كانت بسيبعد عني بسيبعد عني وصيبني أرتاح أو سيبني أتفرج ما هو هذا برضو سلبي ليش؟ لأنه زيادة الجلوس على التلفزيون أو على الكمبيوتر وعلى ألعاب الجيمز اليوم كله سايبر أونلاين كله نعم كله صار حتى الطفل صغير كبيرنا كانوا إحنا أطفال بنتذكر يعني الطب ماريو ما فيه اليوم اليوم من سن سنتين وثلاثة بيوعى على الجوال للكمبيوتر بيمسك الآيباد بيقوم بتساعد أنا كانت عامة حركية زمان أكتر بالزبط وهذه النقطة هداش كتير مية نعم هذي النقطة الإيجابية اللي كانت في الجيل الأول فهذا الخمول أنا أعمل بدي أحكيها الخمول هذا بيأثر على صحة الطفل إن كان لابد منه ماشي بيتفرج الطفل على كمبيوتر أو على لعبة أو على حاجة ساعتين ثلاثة بس خلاص برنامج يليه أنه المجتمع والأسرة يجب أن توفر الأب والأم نشاط رياضي للأطفال هيجي يقول لك الطفل بلعب الرياضة؟ نعم يمشي ليش ما يمشي؟ تلاتين ديارة في اليوم لحد الأقصى خلينا أو الأقل أقل شيء من تلت ساعة لنص ساعة مش بالضرورة يعني كل أطفالنا بشاركوا في المخيمات الصيفية بشاركوا في الرياضة الفوتبول الألعاب الجاري والنشاطة بالضبط هي هذه المطلوبة إن لم يكن متوفر اقتصاديا لدى الأسرة أنه أحيانا هذه الشغلات بدها اشتراكات وبدها مساهمات فمش الكل بيقدر علىها حسب الوضع الاقتصادي للعائلة طيب الآن الطفل أصيب بالبدانة أو السمنة نعم شو الخطوات الصحيحة من قبل الأهل لحتى يصلوا بابنهم إلى بر الأمان تمام إذا كان مؤكد أن الطفل هذا عنده سمنة بالإشراف الطبي وأقر الطبيب أنه داخل في مرحلة سمنة وخلينا نقول هنا مؤشر خطر على صحة الطفل في المستقبل أنه لو ذكرنا الأمراض اللي ممكن يتعرض لها الطفل وهذا إنذار للعائلة أنه تأخذ بالها ضغط الدم زيادة الكوليسترول أمراض السرطانات لا سمح الله شغلات كتير للطراب الهرموني والطراب الإنزيمي والهضمي كمان فبيأثر كل هذا على صحة الطفل في المستقبل مما يعرضه لأخطار الآن العائلة ماذا يجب أن تفعل زي ما حكينا الأم والأب يجب ترشيد وتقنين استهلاك السكريات والمواد الغذائية الغنية بالدهون من قبل الأفراد الأكثر واعيا في العائلة الأب والأم وهم المسؤولين الأول تقنين الغذاء لا يشمل مش فقط أنه أنا أختار من السوبر ماركت أشبهمني لا أيضا طريقة طه الطعام في البيت تحضير الأم لطعام يعني مثلا عسبيل المثال للحصر مثلا طبق المهلبية أو الرز حليب بدل ما هو ينعمل من حليب كامل الدسم ينعمل من حليب خفيف الدسم بالتالي أنا قللت السعرات وهو نفسه نفس الحجم نفس الطعم نفس اللون نفس المنظر والشكل والطفل بيحب الحاجات بدل ما أنا أعمل الوجبة الغذائية فيها الزيوت والدهون وأقلل أكثر يعني قدم أكثر كأم أو كأب من استهلاك هاي المواد ترشيد أيضا استهلاك المواد السكرية والغنية بالدهون من قبل الأطفال خارج البيت يعني في المدرسة أيضا يجب مراقبته لا يمنع أنك أنت تدي مصروفه إذا كان طبعا في سن المدرسة وبدو بيحب أنه يشتري زي أصحابه في المدرسة أو شيء زيك برضو رشده إيش يشتري أو أنت بتجيب له شغلاته وبيوخدها معاه على المدرسة الصحية أكتر تحت عينك زي ما بيقوله صحيح فيش فيها إشكالية واللي بتكون كمان مليئة بالزيوت هاي كمان ضرورة مهمة نعم لأنه في دور للمدرسة في هذا الموضوع رقابة المقصف يعني لا يسمح في مدارس حتى في القطاع عنا وفي فلسطين بشكل عام لا تسمح بيع المواد المضرة نعم مضرة للأطفال حتى في مدارس عنا في غزة ممنوع الشبس ممنوع الكولا ممنوع الأطفال هذا شيء جميل بالمناسبة شيء جيد وبنعززه يريد هذه كمان المدرسة تخصص جزء من منهج التعليم أو حصة أو سبورية بالضبط الإرشادات خلينا نقول تغيير نمط الحياة أو سلوك الحياة للأطفال غير من المظافة الجسدية وفرشية الأسنان وأيضا إضافة للتغذية حتى بمشاركة الأهل والأباء حتى يكون هذا ثقافة عامة نهج يكبر عليه الأطفال وبالتالي ما أنه مشكلة فيها نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع يا رب السلامة للأطفال إن شاء الله إن شاء الله شكرا إليك ديبطور عطل قيس استشار الصحة العامة والرعاية الصحية الوقائية على هذه المعلومات ونتمنى إن شاء الله يكون شكرا لكم الجمهور الكريم والمشاهدين يعني ياخدوا بالهم من هذا الموضوع لأنه مش كل طفل يعني زي ما بنحكوا وافي وافي زي ما بيحكوا وافي هيك ومليانة شوية مش كل واحد عنده سمنة نعم لا في مراحل وهاي كمان مش علامة من علامات الصحة من يكون بالزبط بالزبط زي ما بنحكي بالبلد يسمين أو عليه علامات البدانة هذي مش معناه أنه هو صحته جميلة هاي ممكن تؤدي إلى أمراض فنخلي بالنا ويكون في زيارة يعني في العيادات الموجودة والمستوصفات والأمور هاي بتكون الأمور الكشفية فيها بسيطة جدا رمزية لا تذكر يعني فبالتالي بتساعدكم على الحفاظ على أبنائكم من هذا المرض اللي بيأدي إلى أمراض خطيرة خلينا نروح فاصل ونرجعكم لجديد خليكم معنا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة